محافظة الجيزة تمكنت من خلال الحملات اليومية اللي بتنفذها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من إزالة 23 شادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية تم إقامتهم بالمخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصدر في وقت سابق قرار بحضر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها بيكون دالك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة وقع مسؤوله الأحياء والمراكز بالجيزة الغرامة المقررة على إقامة الشوادر بالشوارع وده دون تصريح وهي تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نضير رفع الإشغالات وإعادة الشيء لما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة